صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالإنجازات وحلقتنا اليوم إن شاء الله نتحدث فيها عن أحد الإنجازات التي تحققت والتي سوف ترى النور قريبا إن شاء الله لكن قبل ذلك خلونا نرحب فيكم ونقولكم عن برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي هذا البرنامج الذي تقدمه الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على ملاحظاتكم نافذة مفتوحة لاستقبال آرائكم واقتراحاتكم برنامج عبارة عن ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها ونطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية التي تشغل تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج للستاذ عيسى سبيل وهذه تحيات كذلك فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي يعني صباح مشرق يهل علينا بخبر للأمل والتفاؤل والسعادة والمستقبل خبرنا اليوم يعلن أو عنوانه حمدان بن محمد بن راشد يطلق مشروعي سلامة ونابض في هيئة الصحة بدبي التفاصيل تقول أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي أمس مشروعي سلامة ونابض في هيئة الصحة بدبي خلال الفعالية التي أقيمت صباح أمس في فندق أرماني في برج خليفة بدبي وحضرها معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وحشد من رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة والكادر الطبي المتخصص التابع لهيئة الصحة في دبي وقد تجول سمو ولي العهد في ردهة الفندق التي يعرض فيها نماذج من مكونات استراتيجية الهيئة حتى عام 2021 مشيدا سموه بالخطة وهدافها التي ترمي إلى أن تكون دبي الرائدة على مستوى المنطقة والمفضلة عالميا كوجهة علاجية بعد أتمام تنفيذ الخطة التي تتضمن مشروعي سلامة ونابض الذين سيسهمان في جعل دبي نموذج العالم المبتكر والمدينة الصحية الذكية وذلك من خلال حجم البيانات والمعلومات التي ستدعم اتخاذ القرار في الإمارة وتعزز توجهاتها نحو تحقيق الرضا والسعادة لجميع أفراد المجتمع وقال سموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في تدوينات عبر حسابه الرسمي في تويتر سيكون هناك ملف واحد للمريض في جميع المستشفيات والعيادات في دبي لضمان وجود سجل فردي إلكتروني موحد للمريض يشمل معلوماته الطبية الكاملة وأضاف سموه أن مشروع نابض يرمز إلى شبكة دبي التكاملية الصحية التي تهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني للمريض على مستوى القطاعين العام والخاص وتتضمن الخطة حسب كلمة معالي حميد بن محمد القطام التي ألقاها في المناسبة مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل إبك الذي يعد أحد أهم البرامج المتكاملة المرتكزة على أحدث التقنيات وتكامل النظم المخصصة لتقديم حل طبي إلكتروني شامل وأضاف أنه سوف يكون هناك ملف واحد للمريض في جميع مستشفيات وعيادات الهيئة في الإمارة وهو الأمر الذي يضمن سجلا فرديا إلكترونيا موحدا للمريض يشمل معلوماته الطبية الكاملة ويمكن الوصول إليها بسرعة بغض النظر عن مركز علاجه أما مشروع نابض فهو يرمز إلى شبكة دبي التكاملية الصحية التي تهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني للمريض على مستوى القطاعين العام والخاص لضمان رعاية صحية تامة بتكلفة أقل وكذلك بالنسبة إلى التنسيق بين نابض والمشروع لاتحاد الملف إلكتروني الصحي الموحد الذي وضعته وزارة الصحة للوصول إلى ملف إلكتروني موحد لكل مريض على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل النعام وشاهد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والحضور عرضا مرئيا لتجربة إنقاذ مريض من خلال النظام الصحي الذكي الذي سيتم في زمن قياسي لعلاج المريض ومتابعة حالته الصحية وصرف الدواء اللازمي له بالسرعة الممكنة طيب يعني خبر مثل ما يقولون بمليون خبر الآن مع انطلاق هذين المشروعين سلامة ونابط تكون الهيئة قد قطعت شوط مهم على طريق الصحة الذكية نحن وعدناكم لسبوع الماضي وقلنا لكم منسلط الضوء على برنامجين مشروعين يعني إن شاء الله سوف يحدثان نقلة مثل ما ذكرت في الخبر نقلة في تقديم الخدمة الصحية للمقيم والمواطن واللي عايشين على عرض دبي وهذا المشروع أيضا بيتم ربطه مع مشروع وطني كامل ممكن نوصل من خلاله إلى الآلية المناسبة لتقديم الخدمات هنا أبغي يعني أرحب معايا في الستوديو بكل من الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة في دبي والأستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة ما نتحدث معاهم عن تفاصيل مشروعي سلامة ونابض ومستقبل الخدمات الصحية في دبي مع أطلاق المشروعين وأيضا مستمعين اللي حاب يتداخل معانا بأي سؤال عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 أو عن طريق الاتصال على الرقم 600551414 هياكم الله معانا ألا مرحبا طيب أنا بس بطلب من عندكم نتكلم على المايك عشان الصوت بس يسمعونا المستمعين بشكل جيد بداية أنا بأخذ تعريف أنا طبعا طرحت في المقدمة بعض الخطوط العامة لمشروعي سلامة ونابض أنزين فبتكلم عن مشروع سلامة وبعدين بتكلم على مشروع نابض وهذا السؤال هو السؤال الأولي للطرفين بما أنه في عندنا سلامة وعندنا نابض يوم نغير أساميكم من أماني ومحمد إلى سلامة ونابض طيب مشروع سلامة شو هو مشروع سلامة بشكل بسيط إذا بغيت أشرحها حق المستمع بداية أشكركم على هل اللقاء وعطايت فرصة لشرح عن هل مشروع سلامة يعني صراحة اسم سلامة يعبر عن النظام هو يعني نظام يضمن سلامة وجودة المعلومات الطبية لعلاج المريض بأفضل الطلق لضمان سلامة المريض فيعني ها بطريقة بسيطة ممكن نقول هو عبارة عن نظام برنامج سلامة هو عبارة عن نظام متكامل نظام إلكتروني مع بنية تحتية متكاملة مع ترابط مع الأنظمة لحل طبي إلكتروني شامل فهو ملف طبي إلكتروني شامل يكون موحد يطبق على مستوى كافة الوحدات الطبية بالهيئة جمع المستشفيات عيادات مراكز متخصصة في جميع أنحاء الإمارة الشيء اللي يضمن سجل فردي الإلكتروني موحد للمريض يشمل معلومات الطبية الكاملة ويمكن وصول إليها بسهولة بغض النظر عن مكان الذي تم تلقي العلاج للمريض نعم نابط نابط طالما لكم تفضلت لغتماني هو ملف الصحي إلكتروني إذا تكلمت عن ملف طبي إلكتروني نحن نتكلم عن ملف الصحي الإلكتروني دائما الصحة أشمل وأعم بيشمل جميع البيانات الصحية المتداولة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والحكومية في إمارة تبي ومثل ما تفضلت في المقدمة أنها سيربط مستقبلا بالملف الطبي الموحد على مستوى الدولة طيب أنا بوقف مع فاصل قصير وباخد تفاصيل هذين المشروعين يعني للأمانة تفاصيل كثيرة ما نتعرف عليها من خلال مستقبل الخدمة الصحية في إمارة دبي وفي دولة الإمارات اسمحوا لي بوقف مع فاصل قصير مستمعينا مثل ما يعني ذكرناكم أن هذا المشروعين مشروعين في الأساس بيقدمون نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللي سوف تطرح لجميع المتعاملين في القطاع الصحي في إمارة دبي سواء كان حكومي أو حتى الخاص فمستعدين لاستقبال اتصالاتكم ومدخلاتكم على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل كنا تحدثنا عن مشروعي سلامة ونابض واليوم نستضيف معانا سلامة ونابض نستضيف معانا الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة بدبي والأستاذ أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة طيب نحن خذنا تعريف عام عن المشروعين هذي لم يعني الآن إطلاق سلامة ونابض في نفس اليوم في نفس الوقت وحتى كان في حفل الإطلاق أيضا شاهدنا هناك مثل الهارموني ما بينكم على المسرح في التعريف بهذا البرنامج فأدري بفاجئكم بس أقدر أعيد البروفا مرة تانية أني على هو عموما هنا أنا بغير سأل عن مدى تكامل المشروعين لخدمة الجمهور كيف سلامة ونابض هم متكاملين مع بعض ويقدرون يقدمون هذه الخدمة للجمهور بأخذ التعليق من الطرفين بالنسبة لسلامة طبعا نطاق تطبيق مشروع سلامة على مستوى المستشفيات والعيادات الحكومية فإحنا نعتبر يعني العيادات الحكومية والمستشفيات هي من أكبر العيادات وأكبر المستشفيات فغالبا المريض يتنقل بين العيادات ويتنقل بين المستشفيات لكن أحيانا المريض يتنقل بين عيادة حكومية وعيادة خاصة فعشان نضمن التكامل بين العيادة الحكومية أو المستشفيات الحكومية ومستشفياتها يجب أن يكون هناك ربط إلكتروني بينه بين المستشفيات الحكومية والخاصة وبين المستشفيات الحكومية وبين المستشفيات الخاصة عشان المريض يكون التنقل سهل وتبادل المعلومات بطريقة سهلة اليوم كثير من المرضى يتنقلون بين المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الحكومية والخاصة وبالتالي الكونسبت الموجود أن البيانات هي اللي تتبع المريض وليس العكس بحيث أن المريض تكون عنده أريحية في اختيار المستشفى اختيار مزود الخدمة اختيار الطبيب اختياره حسب كفاءته اختياره حسب الموقع القريب له فاليوم هذا كله ما بنقدر نشوفه إذا ما تم الربط بين الحكومي والخاص حتى سيدي سمو الشيخ حمدان من محمد سأل كيف بتربطون بين الحكومي والخاص فكان سؤال جدا في محله سؤال تقني وعرفت أن جوابه لازم يكون تقني فدخلنا في تفاصيل تفاصيل بالنسبة لهذا السؤال وكانت توجيهاته واضحة أن التقنية اليوم بنقدر نقول شيء مساند الفلسفة هي الأهم اليوم هدفنا خدمة المريض للوصول إلى ساعاته جميل طيب بما نحن نتكلم عن الهدف أن خدمة المريض للوصول إلى ساعاته هنا نبغي أتكلم عن أهداف المشروعين ومدى ارتباطهما بحاجة المتعاملين ومتطلبات المستقبل لتحقيق الهدف اللي ذكرت الدكتور اللي هو سعاد المتعامل إن شاء الله ما حد يكون فيه مريض حتى المريض يكون سعيد إن شاء الله بذن الله إن شاء الله بس ما فيه مريض سعيد نطمح لهذا الشيء إن شاء الله يا رب تفضل يماني طبعا من أهم الأهداف والفوائد من مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل وتقليل نسبة المخاطر لأن مع تطبيق النظام نحن نطبق بروتوكولات طبية معتمدة عالميا وتوحيد الإجراءات العمل في المستشفيات والعيادات فإحنا أصلا بدأنا بتوثيق العملية قبل بناء النظام وسرعة الوصول إلى بيانات شاملة للمريض في المواقع الرعاية الصحية المختلفة فيكون الوصول للملف بأسرع وقت سرعة الحصول على قواعد البيانات للمرضى دائما لتخذ قرارات طبية صحيحة يعني الطبيب كلما تكون عند المعلومات شاملة ومتكاملة في شاشة وحدة ممكن يأخذ القرار بشكل أفضل فهي هاي أهداف عامة للمشروع عملية التشخيص التم بشكل واضح وفق التاريخ المرضي أو الملف المعلومات الموجودة صحيح بالنسبة لنابض الأهداف هي توفير الوقت ضمان الجودة تطوير الخدمات توفير الوقت من سرعة تناقل البيانات اليوم كلنا نعرف إذا بتطلب تقرير طبي بيأخذ لك وقت معين ولازم أنت شخصيا تروح فعندك اليوم ضمان الجودة أيضا مطلوبة سرعة الوصول إلى نتائج التحاليل اليوم نحن كلنا ننتظر وقت معين لين ما تطلع النتيجة طيب هذا هناك خوف من الغير معروف طيب أنا بقلل هذا الوقت بسرعة تناقل البيانات وعندي اليوم أطمح إلى تطوير الخدمات من ناحية سرعة الحصول على المواعيد في أقرب وقت وموقع اليوم هذه البيانات جدا مهم أن نربطها بالموقع أنا البيان عندي إذا ما كان مربوط بموقع فهو ما يفيدني يسمونه اليوم الجي آيس فكلما ربطت البيان بالموقع عرفت المستخدم للنظام أو المريض بحيث أنه يقدر يختار المكان والشخص المناسب لعلاجه هنا في عندنا نحن مجموعة تطبيقات ذكية في هذا المجال أنا شوي أتكلم عن هذا الموضوع لأن في النهاية الدكتور ذكر مسألة وايد مهم أني أنا ممكن بدل ما أي سراكض وراء التقارير الطبية ماتي من مكان وثاني وثالث طيب ليش ما تكون موجودة عندي في تلفوني ليش ما تكون موجودة عندي في أي وقت أنا أحتاجه وأعتقد عندنا تطبيقات تتيح مثل هذه المواضيع عماني طبعاً لدينا تطبيقات حالية صحتني وطبي وطفلي وحياتي نحن بنينا هذه التطبيقات على النظام الحالي لن نحن بنينا نظام ولي نحن بنينا نظام ملف الطبي لكن ليس بشامل وكامل فبنينا تطبيقاتنا على هذه الأساس إذا كانت عندنا قاعدة وإذا نظام الطبي أو الملف الطبي كان أشمل التطبيقات بتكون أفضل بتكون المعلومات اللي فيها بشكل أوفر طبعا مع هالنظام اللي احنا بنطلقه إن شاء الله بيكون فيه يكون تطبيق شامل للمريض ممكن يتواصل ممكن يعرض هو نفس ملفه يعني بشكل عن طريق التطبيق أو عن طريق البوب سايد وممكن يتواصل مع الطبيب ممكن ياخذ موعد ممكن يشوف نتائجة فيكون يعني معلومات شاملة وكاملة طيب دكتور فيه سؤال يقول خصوصية المعلومات بالنسبة للمرضى في مثل هذا النظام صحيح سؤال جدا في محلة طبعا بالنسبة للبرنامجين أقدر أقول لك إن البرنامجين بالتفاق وتوافق مع الأنظمة والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة والتشريعات الموجودة على مستوى حكومة دبي سواء من الأمان العام المجلس التنفيذي والتشريعات التي ستبنى أيضا للنظام في المستقبل فهذه كلها في الحسبان خصوصية المريض سرية البيانات وحرية المريض في تصرف في بياناته هذه كلها في الحسبان مثل ما قلت لك التشريعات موجودة ولكن أيضا يجب أن يبنى عليها أصلا كذلك سوف تدخل في طور التنفيذ والتطوير مع انطلاقة البرنامج بشكل فعلي هنا أنا أريد أن أسأل متى الانطلاقة تكون للبرنامجين بالنسبة لبرنامج سلامة إحنا بنا في سنة الفين في منتصف الفين وسبعة عشر فبيكون بنختار يعني من أكبر مستشفيات ونطلق فيها وتواليا بنطبق في باقي المستشفيات على نهاية الفين على بداية الفين وثمانتعش يعني كيو وان أو كيو تو يعني على حسب ما إحنا نشوف هذا يعني ماكسيموم منتصف الفين وثمانتعش بيتكون كل مستشفيات وكامل إن شاء الله ونحن نفس الشي في مشروع نابض البداية أنا بأقول لك ما بدناها في الفين وستعش البداية بدأت في الفين وعشرة بالنسبة لتوحيد المعايير والستاندرز الهيلث انفرميشن ستاندرز اللي هي بيانات الصحة هاي بدأت في الفين وعشرة فاليوم نحن عندنا خمس سنوات من بيانات فعارفين شون بال وعارفين نحن شو مقبلين عليه فالمسألة اللي متبقية مسألة تكنولوجيا فقط واليوم نحن محظوظين جدا بإطلاق مدينة دبي الذكية وإطلاق قانون دبي البيانات المفتوحة هذا كله يسهم اليوم في تسهيل برامج ومشاريع مثل سلامة ونابض بحيث انهم ما يسئلون عن شو البيانات المطلوبة وخلاص موجودة عارفين ونحن اليوم بنتبادل بياناتنا بكل ثقة لأن الحمد لله عندنا قانون بيانات دبي جميل دكتور أنا بطلع فاصل عقب الفاصل منسوي يعني أثناء الفاصل منسوي البروفا مالتكم نزيل أنا من اختصر فيها واحد معلومات من خلال هذه البروفا فجهزوا الحين على الفاصل وبعد الفاصل يا جماعة الخير من تواصل معاكم والمزيد من المعلومات عن مشروع سلامة ومشروع نابض اللي تم اطلاقهما بالأمس يعني فترقبونا ولا تذهبوا بعيدا فاصلوا ونرجع صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي نتحدث فيه عن مشروعي سلامة ونابض أنا الحين بخليكم مع ضيوفنا هم بيعرفون بعمارهم هم بيعرفون بالبرنامج أكثر حسب اللي شفنا البارحة في حفل أطلاق هذين المشروعين الذين عاشوا حلم سلامة وهي خطوة على طريق تحقيق ذكاء دبي في مجال الرعاية الصحية حيث سيكون لكل مريض ملف طبي إلكتروني موحد وشامل وأنا الدكتور محمد الرضا أعيش معكم اليوم تحقيق حلم نابض والذي يمثل القلب النابض لجميع المعلومات الصحية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية في مدينتنا الذكية سلامة ستزيد من فعالية وكفاءة الخدمات الصحية وسعادة جميع من في دبي من المقيمين والزوار نابض منصة ترتقي بها خدماتنا الصحية إلى رتبة العالمية سلامة مفهوم الرعاية الصحية الذكية والمتكاملة وهي مستمرة على مدار الساعة نابض نبض مستمر في الابتكار الصحي وفي كل نبضة ملمح آخر من التطور سلامة الخدمات الصحية الذكية من منظور قاعدة البيانات الضخمة التي توفر بيانات للدراسات والأبحاث العلمية نابض باقة من ابتكارات دبي لرسم الابتسامة على وجوه زوارها من مختلف أنحاء العالم سلامة أكثر من خمسين متخصصا من أبناء الهيئة تم تدريبهم وتأهيلهم لتحويل الحلم إلى حقيقة ملموسة نابض سيبدأ بالنبض في أكثر من ثلاثة آلاف نقطة لتقديم الرعاية الصحية في دبي طيب أنا حصلت مذيع ومذيعة للبرنامج عموما بالفعل هذا اختصار تام لهذه المشروعين اختصار تام للمعلومات التي سوف يتم طرحها من خلال هذه المشروعين للأمانة معلومات قيمة كبيرة جدا ومشروعين يعني أنا أقدر سميهم من المشاريع القومية حقيقة اللي سوف تنقل الخدمات الصحية في دولة الإمارات وفي دبي على وجه الخصوص نقلات نوعية مختلفة الآن أنتو ذكرتوني قبل في الجزء الثاني من البرنامج أنه سيتم اطلاق للمشروعين يعني بشكل تام في 2018 على وجه التحديد يا ترى ليش اخترتوا عام 2018 وشو النتائج المتوقعة لعام المتوقعة أنكم أنتو تحصلونا في عام 2018 وما بعد 2018 بالنسبة للسلامة بالنسبة للسلامة احنا طبعا المشروع مثل ما ذكر الدكتور تم تفكير في المشروع من 2010 يعني لكن طبعا الاختيار للنظام كان فيه دراسات واستشاريين عشان نختار أي نظام طبعا احنا اخترنا بالنسبة للتطبيق وهو يعتبر من أفضل تطبيقات عالمية في تطبيق الملف الصحي الموحد فكان احنا وقعنا العقد وبدأنا المشروع في مايو 2015 وبدأنا على طول فيه يعني المشروع عبارة عن ستة مراحل المرحلة الأولى هي دراسة والتحديد المتطلبات والنطاق العمل المرحلة الثانية هي اللي تصميم النظام شو يعني اللي هي سمونا validation and system design والمرحلة الثالثة هي بناء النظام حسب المتطلبات المحددة المرحلة الرابعة بتكون ربط وتجربة وتدريب على النظام المرحلة الخامسة بتكون اطلاق في أول مستشفى والمرحلة الثالثة بتكون اطلاق في باقي المستشفيات احنا الحين في المرحلة الثالثة يعني في مرحلة بناء فاحنا لانها يعتبر من مشاريع ضخمة الكبيرة يعني لان فيها ربط حتى مع الانظمة الأخرى اللي عندنا مع الانظمة الطبية فعشان شي هو ياخذ وقت كبير يعني الاهداف المرجوة طبعا حسب الدراسات العالمية في تطبيق نظام ايبك احنا نسوي البنشماركينج مع المقاررات المحيارية مع باقي المستشفى فالمستشفىات اللي طبقت هالنظام فيه تقليل نسبة 35 في الماء من تكاليف على علاج المرضى فيه تقليل نسبة 50 في الماء من الأخطاء الطبية الدارجة فيه تخفيض نسبة 18 في الماء من مدة إقامة المريض بالمستشفى فيه زيادة نسبة وقت اللي يمضي الطبيب مع المريض بدل ما يكون مشغول بالكتابة التقارير فيه نسبة 76 من أخطاء وتقارير المرضى وفيه نسبة 35 في الماء تقليل حالات إعادة إدخال المرضى للمستشفى فهي يعني عالميا المستشفىات اللي تطبق فيها هالنظام كانت النتيجة فإحنا يعني أملنا نطبق نفس المعايير ونفس النتائج هذه موجودة من خلال تطبيق هذه المعايير دكتور لو شفت التكامل بين المشروعين أستاذ محمود أن دائما نتكلم عن السرعة السرعة في توفير الوقت السرعة في الجودة السرعة في تطوير الخدمات فاليوم هذه توجهات سيدي صاحب سمو الشيخ محمد براشداء المكتوم ناب رئيس الدولار يسمى حاكم دولار حفظه الله أنه يبغي الأفضل لشعبه اليوم نحن صحيح بدأنا دراسات من 2010 المقارنة المعيارية ودراسة الجدوى عملناها مع ست دول بالنسبة لنابض ودرسنا التكلفة ودرسنا التطبيق ودرسنا مدد التطبيق لكن عمرنا خمس سنوات لدراسة الانفوستركتر أو البنية التحتية البياناتية وعطينا نفسنا سمتين لتطبيق الانفوستركتر اللي هي البنية التحتية التقنية والبارحة أنا أقول لك كان عندي خوف لدينا توجيه أنه عندكم سنة وحدة للتطبيق فدائما السرعة مطلوبة والتوجيهات واضحة كانت أمس من سيدي سمو الشيخ حمدان بن حمد ونتمنى أننا نحن اليوم انفاجئ الجمهور انفاجئ المجتمع بسرعة الانجاز حين أنت قلت لي كنت خايف أن يعطونكم وقت أقل طيب ليش ما تشتغلون على وقت أقل نشتغل نحن نشتغل بس ما نعلن طيب يمكن تقييم مسارات تنفيذ المشروعين والخطوات اللي ذكرتيها من خلال تنفيذ المشروعين وذكرت أنه يعبار عن ست مراحل نحن موجودين في المرحلة الثالثة حاليا أنا أبغي أسأل قياس أثر هذه المشاريع على المجتمع إذا ما بتكلم على سلامة وعلى نابض كيف ممكن أنهم يأثرون على المجتمع بشكل عام يعني حتى تكلمنا نحن في النطاق الصحي لكن على المجتمع ككل كيف ممكن تطبيق مثل هذه المشروعين يعطي يعطي إضافة لهذا المجتمع يحول هذا المجتمع إلى مجتمع صحي بدنيا نفسيا اجتماعيا على كل الصعد إذا صح التعبير يعني إذا إذا عندنا النظام متكامل وفيه كل معلومات معلوماتنا الصحية مثل ما أنا شرحت بيكون العملية العلاج للمريض والتريتمت والأخذ القرارات بشكل أفضل بيكون المجتمع صحي أكثر مجتمع فيه يعني يكون الطبيب عنده معلومات لاتخاذ القرارات الصحية حتى بتكون للقيادات يعني لما إذا عندنا مثلا يعني على سبيل المثال مرضى السكري إذا عندنا معلومات شاملة عن المريض السكري وعن كل الفئات وكل حتى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بتكون أسهل لأنه يكون في معلومات لأنه دائما في القرارات الاستراتيجية والقرار يكون مبني على معلومة وهذه المعلومات والأرقام تؤدي إلى اتخاذ القرار السليم أيوة يعني طبعا هذه رؤيتنا في هيئة الصحة مجتمع صحي آمن وسعيد أكثر صحة وأكثر سعادة دكتور أنا بالإضافة إلى الحديث التي تفضلت فيه الأستاذة أماني أستشف أن أيضا طالما أنا قدرت أوفر قاعدة بيانات قوية لاتخاذ القرار المناسب وبناء مجتمع أكثر صحة مجتمع أكثر صحة وأكثر بطبيعة سوف يكون أكثر سعادة هنا أبغي أسأل يا ترى كيف سوف يخدم هذين المشروعين الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بالنقاط المطروحة في الجزئية الخاصة بالصحة تغيير سموزارة الصحة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مثل هذا النظام كيف سوف يسام في تحقيق مثل هذه الاستراتيجيات التي طرحها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد براشد نعم لو تذكر أستاذ محمود في 2013 دسمبر 2013 كانت أول خلوة وزارية لحكومة دولة الإمارات وكان فيه يومين يوم للصحة ويوم للتربية من المبادرات التي تم الاتفاق عليها والموافق عليها من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد كانت مبادرات تقنية نسميها أول مبادرة كانت مبادرة الملف الطبي الموحد على مستوى الدولة ثاني مبادرة كانت مبادرة الأبحاث وتقنية الأبحاث ثالث مبادرة كانت مبادرة أسباب البدانة رابع مبادرة كانت مبادرة أسباب السرطانات بإدبره فهذه كلها اليوم مبنية على تقنية إذا ما قدرنا نوصل للبيان الصح ما بنقدر نفذ هذه المبادرات قرار تغيير اسم وزارة الصحة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع هو قرار جدا صائب وقرار أنا أعتبره اليوم في حكمة هي درهم وقاية خير من قنطار علاج لذلك توجهات سيدة صاحب السمو الشيخ محمد في الوقاية جدا واضحة من هذا القرار كيف البرنامجين بيحققون هذا الهدف دكتور؟ اليوم عندنا مثل ما شفت في الإطلاق كان عندنا مركز قيادة للبيانات الصحية سميناه الكماند سنتر هذا الكماند سنتر طال عمرك يقدر يشوف بيانات الصحية وتحركها في أوردة إمارة دبي زين من خلال شاشات تقنية تقنية عالية توضح لنا مثال عدد الأسرة الموجودة حاليا المتوفرة في دبي في دبي القطاع الحكومي والقطاع الحكومي والخاص وعدد الأسرة التي هي متوفرة من ناحية الأشغال وإذا طلع عندي إسعاف يمكن شفتوا البارحة في السيناريو الثاني سيناريو أن توفير أسرة للحوادث كان في حادث وسيناريو كان في 15 مريض انتقل الإسعاف وما كان عارف وين بيصير فاليوم توجيهنا ينتقل الإسعاف إلى مستشفى راشد طيبا ليش كل الضغط على مستشفى راشد؟ هذا بيسبب عندي أزمة لا الإسعاف وصلت توجيهات أن ثلاث مرضى ينتقلون إلى مستشفى ألف مرضى إلى مستشفى باء مرضى إلى مستشفى الآخر طيب هذه المعلومات كيف قدرنا نحللها بهالسرعة الفائقة؟ إذا اليوم ما عندنا قوة لتحليل البيانات من خلال المنصة اللي بيوفر لنا إياها نابض بنقدر نوصل إلى هذا البيان بسرعة فائقة صحيح أيضا عملية تواجد مثل هذه المعلومات تضمن ملف إلكتروني شامل للمريض نفسه أنا أعتقد بشكل أو بآخر سوف تساهم أيضا في أن المريض يعرف حالته يعرف كيف ممكن يعيش نمط حياة صحي وآمن ويقدر بشكل أو بآخر أنه يبتعد عن المسببات الخاصة بالأمراض صحيح شفت البدان شفت بعد بره السرطانات هاي طيب اليوم شو أسبابها قد تكون أسلوب حياة نقدر نتجنبه وقد تكون أسباب جينية طيب الأسباب الجينية اليوم نتكلم عن بيانات ضخمة وحتى الأسباب الجينية بعد أحيانا العلم وصل في مراحل معينة أنه يتجنبها كذلك بالضبط فإذن قرار الوقاية نقدر اليوم نطبقه من خلال بيانات بيانات واضحة عالية الجودة وسريعة طيب أنا عندي المخرج شوي عصب ترع عليكم تكلموا على المايكة أجمع ترخير هذالأخي مذيعين الحين كيفهم طيب أماني إذا أبغي أبسط سلامة وبسط النظم الإلكترونية أو النظم الذكية اللي موجودة هنا أبغي أعطيها حق يدو حصة أبغي أتعرف شو يعني سلامة أبغي يدي عبد الله يعرف شو يعني سلامة بشكل بسيط كيف ممكن أشرح لهم هذا النظام نزيل بناخذ كيس مثلا حاليا إذا المريض تحول من المستشفى لمستشفى حاليا إذا تتحول من المستشفى راشد مثلا إلى مستشفى دبي يقول يعطونا موعد ثاني يوم وثالث يوم عشان ينتقل للملف لأنه في ملف ورقي يعني إحنا عنا نظام منكتروني لكن بعض المعلومات الورقية أحين في هالحالة ما يحتاج هالشي ممكن في نفس اليوم ينتقل من مستشفى دبي يروح مستشفى راشد لأن الملف موجود في كل مكان فهني يكون ما يحتاج يعني رئيس كيجوالين يسوي لإعادة أخذ الموعد يا ابنتي أنا ما فهمت شي من اللي قلت ما أخذ دور اليد زي ما في تأخير في أخذ المواعيد ممكن يأخذون موعد بكل سهولة إذا عنده سؤال يعني مستقبلاً بيكون في اللي هو النظام ذكي إنه ممكن إذا ما يبقى يصير المستشفى عنده سؤال للطبيب ممكن يرسل هالسؤال عن طريق يعني مثلاً عيالة ممكن يساعدون يترشون يأخذون صورة مثلاً إذا هو عنده جرح ولا شي ويترشون الصورة للطبيب والطبيب ممكن يعطينا صائحة بدون ما ينتقل عبر النظام آه عبر النظام ها دكتور متى بتمر على الوالد عبدالله الله يحفظه؟ يعني متى ما تأمر تمسه هنا شرح لأول شي نزين يوم بتمر عليه اسألة متى موعده للأسنان؟ نزين قال لك بعد فترة هاي الفترة نحن بنقصر ليها مبسوط؟ جداً نزين الوالد عبدالله عنده تيلفون؟ يعني عنده تيلفون نوكيا نوكيا؟ لا هذا عاد واجبك انتا حين تسوينا التيلفون له تيلفون ذكي لازم معرفة انتطرش اسم اس وخلال هذا التطبيق على تيلفون باتشر ممكن يفتح تيلفون استشارة طبيب عن طريق تيلفونه جميل وهذا ممكن الأبناء الأبناء أصلاً يساعدون لهم لهم على هذا المجال أنا بطرح عليك تجربة تنغفورة تنغفورة يمكن أيضاً يستخدمون مثل مجتمعنا المستخدمين بالنسبة للعناية بكبار السن فعملوا تطبيقات بلغتهم بحيث أن الشخص اللي يعتني بالوالد أو الوالدة يقدر يتفاهم ويتعامل مع طبيب اللي يشرف على حالتهم عن طريق تطبيق بلغته وهي تجربة جداً راقية كيف تكتور بلغته بلغة الشخص الذي يخدم الكبير في السن بلغة لا الشخص اللي يخدم الوالد والوالد حد الذي عندهم في البيت يراعيهم من ناحية تعرف آكلهم وشربهم ودواءهم تكون التطبيق بلغتهم جميل مش باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية يمكن أن تكون صعبة عليهم فتكون اللغة مثلاً الأندونيسية أو الفلبينية أو الهندية بحيث أن تكون بلغتها ومبسطة جداً بحيث أن اضغط هنا تواصل مع الطبيب هنا استشارة الطبيب فهاي كانت تجربة سنغافورة بالنسبة لرعاية الكبار في السن آماني متى بنشوف هاشي عنا نحن ندعم اللغة العربية طيب أنا الحين يعني واصل إلى تقريباً ما باقي شيء من الحلقة بترك لكم المجال تماماً كل الشخص بعطي دقيقة ونص يقول اللي يبغي يقول في خاطرة عن هذا المشروع فنبتدي مع سلامة ولا نابض لا يا ديز فرست لا يلا أنت بتبتدي دفتدي فضل طال عمرك بالنسبة للتقييم أنا أحب أقول أن التقييم بيكون تقني بيكون صحي وعندنا اليوم ما شاء الله عندنا ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثة واربعين مؤشر لقياس مؤشرات أداء الصحة في إمارة دبي وبمتابعة الأمانة العامة في المجلس التنفيذي طيب كيف نقدر انفسر للوالد عبدالله أهم شيء أهم مؤشر عندي أنا شخصياً هي ساعة مدى رضاه عن الخدمات المقدمة له صحياً في إمارة دبي بغض النظر سواء كانت حكومية أو خاصة هل هو سعيد إذا كان سعيد أنا وصلت هذا هو أهم مؤشر عندي سلامة مشروع ضروري يعني مشروع مهم جداً يعني أنا حتى أقول مثل مترو بي إن كان شيء ضروري مشروع سلامة مشروع ضروري إحنا حتى قبل ما نبتدي المشروع أخذينا أراء الأطباء عشان نعرف هل هم مستعدين أو العاملين شفنا واحد ثمانية في الماء مستعدين وجاهزين يعني السهل أهم شيء في المشروع إن إحنا حطينا في بالنا المريض عشان نوحد لتجربة المريض في مستشفياتنا أعدنا هندسة أو إجراءات العمل في المستشفيات وحدناها يعني مئتين تقريبا إجراء إحنا وحدنا على مستوى الهيئة وبعدين إحنا فكرنا في تمكين تمكين العاملين فإحنا هيئنا ودربنا أكثر عن خمسين ممرض الطبيب آي تي عشان يكونون يحملون هالنظام فهالنظام أنا أشوفها ضرورة والمجتمع يترقب هالنظام وحتى الدكاترا يعني متقبلين ومهتمين بالنظام طيب السلام عليكم يعطيكم الصحة والعافية ريت والله لو يجدمون موعدي في عيادة العصار طيب المسألة أنا دائما ليش قريت هذه الرسالة لأن أبغي أوصل رسالة خاصة للمستمعين أحيانا يا جماعة الخير تكون هناك جدول للمواعيد مسألة المواعيد إذا أنت حاولت تجدم موعدك من غير سبب طبي لتقديم هذا الموعد أعتقد أنك أنت رح تأثر أنك تتاخذ كرسي خاص بمريض ممكن يحتاج أكثر من أنك هذا واحد الثنين ممكن أن العملية أن الواحد يحاول يلتزم بهذه المواعيد التزام بهذه المواعيد اللي حصلها بتكون عكاس كذلك لسرعة الإجراءات وأيضا ما بتأخذ مواعيد من أشخاص ثانين فأتصور يعني إن شاء الله بيجدمو لك الموعد ما أدري عاد إذا بيجدمو لك ولا لا عموما أنا وصلت إلى ختام هذه الحلقة يعني ما أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسلامة ولنابض أنا ما أدري ليش تميت وهم سلامة ونابض كانت توجيهات معالي حميد الكطامي رئيس مجلس جدارة ومدير عام تبي في اختيار الأسامة كانت له نظرة معينة وذوق معين حتى اختيار اللوغو كان من قبله فمشاء الله فمشاء الله عليه ذوي اقتراح يعني احنا قمنا بسوينا مثلا مثل مسابقة لاختيار الاسم ومن ضمن اسماها كانت اقتراح معالي سلامة فإحنا اخترنا لأنه كان أحلى اسم يعني جميل أنا أيضا بعدها بغير أتوجه بالشكر لمعالي حميد القطامي على الاهتمام الكبير اللي حقيقة لمسنا في إطلاق هذين المشروعين الدعم الكبير اللي وفر معاليه لفريقي العمل وأيضا يعني هذا الحرص الكبير على إخراج هذا هذين المشروعين في أقرب فرصة وبأفضل شكل لخدمة مجتمع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أيضا الشكر موصول لكم أنتم والشكر موصول أكثر لفريقي العمل الأفراد اللي اشتغلوا على هذين المشروعين يعني نتوجه لهم بالشكر أنا ما أملك أني أذكر أساميهم كلهم لكن للأمانة لكم الفخر بأنكم تعملون في مثل هذين المشروعين لأن بأمانة هذين المشروعين رح يقدمون خدمة جليلة لمجتمع دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة دكتور أنا اسمح لي لازم أنهي لأن عيسى يعصب علينا عموما مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة وملف طبي سوف نطرحه إن شاء الله عليكم موضوع حيوي حاول هذا الملف الطبي بخبركم عنه باتشر أو ممكن تابعون حسابات الهيئة DHA underscore دبي بتعرفون على هذا الموضوع في الختام هذه تحيات مخرج البرنامج عيسى سبيل وتحيات فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق واتصال مؤسسي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي